اشتركوا في القناة وذلك بحضور عدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى المملكة وبهذه المناسبة اكد سموء شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ان البطولة الدولية لها ارتباط تاريخي بالتراث الاصيل بما يتوافق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والرامية الى رعاية الخيل العربية والاهتمام بها باعتبارها تمثل جانبا مهما من تاريخ البحرين وعراقتها مشيرا سموه الى ان فارس البحرين الاول حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه حريص على رعاية ودعم مختلف النشاطات المتعلقة بالخيل حيث ساهمت هذه الرعاية بان تكون مملكة البحرين احد اكبر معاقل الخيول العربية الاصيلة واقترن اسمه تاريخ البحرين بالخيل العربية الاصيلة منذ القدم وما زال الى يومنا هذا واوضح سموه ان البطولة عكست الصورة المشرقة لحضارة مملكة البحرين في رياضة جمال الخيل العربي والتي اقترن اسمها بالتراث البحريني منذ القدم حيث تعتبر هذه البطولة احدى المحطات المهمة التي تحافظ على التراث البحريني وتعرف الاجيال المتعاقبة بهوية وتاريخ الخيل في مملكة البحرين واكد اسموه ان البطولة من بين المسابقات المميزة التي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وحظيت بمشاركة كبيرة من قبل الاستبلات البحرينية ومن دولة الكويت الشقيقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة حيث اصبحت مملكة البحرين مكانا مناسبا للملاك لابراز قدراتهم ومواهبهم في تربية الخيول العربية وانتاجها بصورة كبيرة واشاد سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة العلية برئاسة سمو شيخ فيصل بن راشد آل خليفة وكافة اعضاء اللجنة المنظمة بعد ان بذلوا جهودا كبيرة من اجل تسجيل نجاح اخر في الاستضافات الدولية والتأكيد على ان الكوادر البحرينية قادرة على اخراج كافة البطولات بافضل صورة تنظيمية مقدما سموه التهانية والتبركات الى كافة الاستبلات الفائزة بالمراكز الاولى هذا وتوج سعادة السيد ايمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة ابطال الفئات حيث حصل على لقب بطولة الابطال في فئة المهرات الصغيرة المهرى ليفندر وفي فئة المهور الصغيرة حازت المهرى سديح الخالدية وفي بطولة المهرات فازت بالمركز الاول المهرى اي جيراندا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر